ناقش محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم مع وزير التعليم العالي والفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي وضع التعليم العالي والفني بالمحافظة وأكد العرادة أن السلطة المحلية ستظل تقدم كافة الدعم الممكن لتطوير هذا القطاع خاصة جامعة إقليم سباء ومؤسسات التعليم الفني والمهني بالمحافظة من جانبه أشاد وزير التعليم العالي بالخطوات والإنجازات التي قطعتها جامعة إقليم سباء وتميزها خلال سنوات قليلة منذ انطلاقها عشار إلى أنه وجد خلال زيارته إلى الجامعات إنجازات باجرة في مختلف النواحي والمجالات